موسيقى موسيقى صباح الخير مشوارنا لليوم من مدينة كليفتن بولاية نيوجرزي رح نتعرف من خلاله على مركز الجالية الفلسطينية الأمريكية وأبرز الخدمات اللي بيقدمها لخدمة أبناء الجالية العربية ورفع الوعي في موضوع القضية الفلسطينية موسيقى موسيقى احنا هلأ موجودين في مركز الجالية الفلسطينية الأمريكية ومعنا رانيا مصطفى مديرة المركز رانيا شابة فلسطينية ناجحة قوية ومديرة هذا المركز نقدر نخدها كقصة نجاح امرأة قدرت تكون بهيك منصب وكمان خريجة جامعة هارفرد إلي مديرة المركز هون حوالي 8 سنين من أول ما أسسنا المركز أنا عندي ولدين بنت ثلاث سنين وولد ثلاث شهر أنا تخرجت مع ماجستير إدارة المؤسسات الأهلية لأن اتولد هون في نيجورزي أهلي أجوم من فلسطين بس لما كنت يعني طول حياتي يعلمون عن القضية الفلسطينية حتى لما أمي كانت حامل فيها كان أبوي يقرأ لي قصص عن فلسطين وعن التاريخ الفلسطيني فمن أول ما طلعت أنا أملا هلأ دائما دائما يعني أنا كل حياتي عن القضية الفلسطينية وأنا هدفي في الحياة كابلا نعلم كل اللي حوالينا عن القضية الفلسطينية وأن الجيل اللي جاي يطلع أقوى ويعرفوا أكتر وما ينسوا القضية الفلسطينية بدايةً بدنا تحكي لنا عن المركز متى تأسس وشو الهدف من إنشاء المركز المركز الجالي الفلسطيني الأمريكي تأسست في 2014 بالهدف إنه نكوي الجالية الفلسطينية والعربية في نيوجيرزي وكمان نروبط الجالية والمجتمع الأمريكي بالقضية الفلسطينية إحنا هدفنا الأساسي بالمركز نشتغل ب труд الحياة العربية ولكن احنا نركز كسير وقت نا وبرامجنا على المجتمع الأمريكي عشان ببننا معهم هم يدعموا القضية الفلسطينية وتحكينا أكثر عن النشاطات اللي بتقوموا فيها بالمركز لخدمة أبناء الجالية العربية مثلاً إحنا بنعلم الدبكة للأولاد للصغار للكبار بالعمر لجميع الناس وكمان بنعلم التطريز كمان عنا حصة للكبار وعنا حصة للصغار بنعلم اللغة العربية احنا عنا هذا البرنامج هوب عن التوعية للأولاد الصغار بين العمر 5 سنين ل11 سنة عن التاريخ الفلسطيني عن القضية الفلسطينية عن التراث الفلسطيني عن الشخصيات المهمة بالتاريخ الفلسطيني احنا بنعلم الأولاد الصغار اللي تربوا ونولدوا هون يتمسكوا مع إنهم فلسطينية يعرفوا شو يعني إنهم فلسطينية ويعرفوا عن تاريخهم وتراثهم سناء بدوان يعني من أبناء الجالية الفلسطينية نشطين جداً بالمركز كيف أثر المركز بشكل إيجابي على حياتكم هون كأبناء جالية فلسطينية وعربية؟ يعني مجرد وجود جالية فلسطينية أو مركز جالية فلسطيني بعطي لولاد ثقة كاملة إنه في ناس مثلك وتدعم قضيتك من درجة تحتها طبعاً بعلموهم دبكة كتراث وكذا عن حضارتنا اللي طبعاً إحنا بنحكي كمان معهم بالبيت ونعلمهم بس سبحان الله لما يروحوا وشوفوا طلاب ثانيين ويجتمعوا معهم بتلقوا الموضوع كأسلوب حياة عارفة بصير يعني أسلوب حياة ربيت جيلين بفضل من رب العالمين والحمد لله رب العالمين يعني يعني كجيل الأول اللي يعني عدم أخذ هلأ 27 26 كان تزرعي في البيت وسهل تزرعي في البيت ماشي ولكن مش موجود برا ولكن هسه الحمد لله بالجيل الجديد هذا اللي عم بربي فيه هسه ماشاء الله يعني وجودهم هان خلص يعني الولد كأنك بتربيه في فلسطين وفخر فخر عارفة صار يعني لأنه مثلا بيجوا هان وبتعرفوا أكثر صار مثلا يروحوا مثلا بروحوا على ليجولاند راي بدهم يسووا إشي بحطوا عالم فلسطين بحطوها بالليجو عالم فلسطين وبتركوه إشي يعني كأنه تعرف كيف كلهم فخر صاروا كانت هذه الفكرة كانت فكرة أننا نلاقي لأولادنا مظلة فلسطينية بحيث أنه لما يجوا عليها يشعروا أن فلسطين مصاغرة موجودة هون وجود مركز الجالية يعني بيعمل نوع من التحفيز لأطفالنا للأجال الجديدة إنها تعتزل قضيتها وبجذورها وبالتالي تنقل قضيتها وجذورها وحقها لأصحابهم باعتبار اللي هم من المجتمع الأمريكي الموجودين كل الخدمات المجتمعية لجالية الفلسطينية موجودة بالإضافة لخدمات مجتمعية للمجتمع بشكل عام بحيث أنه مثلاً جزء لحظتوا أنه في موضوع كورونا يعني المركز كان له البادرة في توزيع كممات كميات هائلة كمان توزيع أغذية توزيع طرود غذائية للناس المحتاجة كان المركز فاتح الباب للشارع يعني لكل إنسان موسيقى بهاك بنكون وصلنا لختام مشوارنا لليوم من أميركاجي الجديد بيتربع على حب الوطن والتمسك بالقضية لحلوة يا دنيا نيبال فرسخ من مدينة كلفتن الأمريكية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة